السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء التلاميذ درسنا لهذا اليوم الوقاية خير من العلاج سأل صالح أمه لماذا نأكل يا أمي؟ قالت الأم نأكل لنعيش ونعمل فالإنسان يحتاج إلى طعام ليعمل ويفكر كما تحتاج الماكنة إلى الوقود لتعمل قال صالح أنا جوعان يا أمي وطبيخك لذيذ سآكل منه كثيرا قالت أم صالح الصحة بتنوع الغذاء لا بكثرته فالأكل الكثير يضر المعدة صالح وماذا تقصدين بتنوع الغذاء؟ الأم علينا أن نأكل أنواعا من الطعام كالخبز واللبن والتمر والفواكه والخضروات واللحوم لم يسمع صالح نصيحة أمه فأكل كثيرا وامتلأت معدته بالطعام وبعد مدة قصيرة شعر صالح بآلام شديدة في بطنه فأخذ يتلوى ويبكي من الألم حمله أهله إلى الطبيب فقد سببت له هذه الأكلة أذى كبيرا وسبب لأهله تعبا وحزنا وفي اليوم الثاني زاره جده وهو شيخ كبير السن يعيش في القرية ويعمل في فلاحة أرضه بهمة ونشاط فسأله صالح كيف احتفظت بصحتك حتى هذه السن يا جدي قال الجد قضيت يا بني أكثر من ثمانين سنة ولم أكن فيها بحاجة إلى علاج أو دواء إلا نادرة فلم أتناول من الأكل إلا قليلا وكنت أكف عن الأكل قبل أن أشبع تماما عملا بالقول المأثور نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع والحكمة العربية يا بني تقول المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء شكرا لكم أعزاء التلاميذ وإلى اللقاء